يعني احنا هذا الموضوع حتيني بأكثر من مرة منذ مطلع 2014 ولحد يومنا هذا كردستان لم تأخذ حصتها ومستحقاتها الدستورية من الحكومة الاتحادية مع العلم أنه الدستور ينص على أنه الأموال توزع والثروات توزع بشكل طبيعي أكو إشكالية بالموضوع أولا جل احترام معظم سياسيين معظم يفتقرون إلى أبسط مقاومات الفيدرالية الفيدرالية مدى يستوعبوها لما أقليم كردستان تأخذ حصتها ومدى تنطي يعني هذا مو معنى أقليم كردستان ما ملتزمة بالعكس أقليم كردستان يعني الموازنة أيضا تقول أنه الأقيام تسلم يعني إحنا ما عدنا آلية أنه أربيل تسلم نفط السومو ما عدنا أنبوب ولكن شركة سومو موجودة بالموانئ تعرف أقليم كردستان هاليومش قد باعت سجلها بعدين كلها هاي تنقطع من ميزانية أقليم كردستان إذا إحنا بقينا مطلوبين إحنا لازم نسلم وإحنا بقينا نطلب أيضا كذلك المنافذ فلازم نأخذه من بغداد يعني تقريبا ما يقارب بالشهر لازم نأخذه من بغداد 450 إلى 500 مليار حتى الموازنة حصتنا توصل إحنا لحد الآن لحد الآن دزولنا وجبتين على 200 مليار 200 مليار إذا تكسرها بالدولار 130 مليون دولار يعني نقطة ببحر يعني 1% من الموازنة أو 2% زيان أنت تحكي عن السنوات كلها مجتمعة سيد عماد هسا نحكي لك الفقرة الخاصة بقانون كردستان فقط فقانون الموازنة فقط هسا أوكي فسنحكي عن قانون الموازنة فقط 2019 احكي لك الفقرة الخاصة بقانون الموازنة الفقرة تقول لا يمكن تسليم الإقليم أي أموال من الموازنة العامة دون تسليم إراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية بهذا الوضوح تحدثت الموازنة الاتحادية الآن السؤال هل الإقليم يسلم إراداتها النفطية وغير النفطية كخطوة أولى حتى ينتظر من الحكومة تسلم أمواله كخطوة ثانية أو على الأقل كما نصت عليه الموازنة ردة الفعل خلينا نسميها أستاذ حسام أترك الأقليم محافظة الموصل محافظة الموصل إذا تجيها واردات مثلا بالشهر خلي نقول مليار مليار دينار مليار دينار أو تريليون يعني معقولة نحن رأس الشهر ندزها البغداد حتى بغداد رأس الشهر ندزونها هاي تستقطع خاصة نحن مو محافظة نحن أقليم يعني نحن أقليم أكو عدنا وزارة مالية اتحادية وبالأقليم نحن هذه أقيام كلها تستقطع من موازنتنا يعني بالنتيجة أحنا دافعيها يعني أحنا ما يصير إحنا رأس الشهر نودي أفلوس خمسة وعشرينات وبعدش كم يوم نطولنا خمسات هاي تريقا خلصة مقاصة هذا مو ممتقب هو خلصة مقاصة مو مشكلة بقي هي مقاصة خلصة مقاصة هي مقاصة بس هي قاعدة تصير هي مقاصة هي مقاصة هي مقاصة هاي مقاصة هاليا دايصير مقاصة احنا حكومة الاتحادية عدهم بعلم كل علم صغيرة وكبيرة تصير بكردستان سواء من المنافث سواء من الواردات النفطية وقلت لك أكو ناس مراقبين موظفين على العدادات في مينات جيهان وعدهم كل علم بكل صغيرة وكبيرة لكن هذه مسألة سياسية بين الحين والآخر تستثمر عندما كانت الحكومات غير مستعدة أن ترسل مستحقات تقليم كردستان ما كنا نسمع من الأحزاب والكتل هس حاليا لا الحكومة تريد تسوي الوضع منذ حكومة سيد عبد المهدي بس شفنا أصوات اعتلت بالبرنامان والأحزاب ويوميا مهاجمين كردستان وقنوات وفضائيات سبب خراب البصرة هو قليم كردستان في الحين هذا هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح جيد هو احنا اللي نحشي قليم كردستان هو احنا اللي نحشي من 2005 من 2005 أستاذ حسام نعم من 2005 لحد يومنا هذا ما ما أخذ استحقاق الدستوري وأنا مسؤول عن كلامي ورقة وقلم أقعد أتحاسب بيات من 2005 لحد هذا اليوم ما ما أخذ استحقاق الدستوري 2005 الغاية 2013 على أساس كنا نأخذ 17% في حين هي إذا أحسب لك إياها ما تطلع 7% 7% ماكو جيد وخليك يكون 7% ممتازة وأنا رح ناقش وياك الجنب سيد عماد أنا رح ناقش شو